تحالف الوطني للعمل الاهلي هو مظلة جامعة جامعة شاملة مجملة للكثير من النشاطات اللي بتقوم بيها منظمات العمل الاهلي طيب انا زي ما كنت بقولك في تصوري انه هذه المظلة هي مظلة لعمل تنموي ولعمل اجتماعي ولعمل توعوي خلونا نرحب بضفاتنا العزيزة داخل الستوديو دكتور نوها طلعت عبدالقاوي امين سر التحالف الوطني العمل الاهلي اهلا بك يا دكتور ازاي الصحة كله تمام مسألة انه يبقى التحالف هو مظلة لثلاث فروع او لثلاث اتجاهات ومحاول رئيسية تنمية حماية اجتماعية وتوعية صح ده حقيقي ويمكن المجتمع المدني في مصر مجتمع قديم وراصخ ويعني له تاريخ مشرف من العمل سواء في مجال التنمية او في مجال الحماية الاجتماعية او في نشر الوعي وتعديد الاستقافة الحقيقة احنا السنة دي قلنا نستغل بقى فرصة اعلان سيطة الرئيس الـ 22 عام المجتمع المدني ويبقى فيه تعزيزة على المفهوم ده انه لقينا انه فيه مجهودات بالتم كبيرة جدا ومهمة يمكن حتى فيه سروح بعض الناس ما كانتش تعرف ان ديه منشأة بسبب جهود تطوعية وجهود من المجتمع المدني زي جامعة القاهرة مثلا اللي هي تعتبر اهم جامعة في مصر صح فالحقيقة المجهودات دي على مدار السيين اللي فاتت كانت بتفتقد نوع من انواع التنسيق ومن هنا جات فكرة دي يكون فيه مظلة واحدة اللي هي ارتحارف الوطن ينعمل الاهلي التنموي واللي تم اشهاره يمكن احنا عمرنا 9 شهور دلوقتي تم اندبوه معدد كبير من الكائنات الكبيرة والمهمة في العمل الاهلي في مصر تحت مظلة واحدة وده عشان يبقى فيه يعني نوع من التنسيق ونبقى شايفين الارض بشكل افضل نبقى فاهمين كل حد بيتحرك في انهي اتجاه يبتزي بقى فيه تكامل كمان في الجهود وفي الخطط اشتركوا في القناة